كان حزاقية الملك أروع ابن لأشر أب وكان أروع أب لأشر ابن كان ابن ححاز وأبه منسة فاستثناء لكن لما تدرس حياته كان فيه تأثير من جانبه اللي وصل منسة للي وصل ومع هذا منسة في آخر أيامه تاب رغم أنه عمل الشرور الكتير دي القعدة العامة إذا سلكنا في مخافة الرب وطعناه وعشنا بأمانة أولدنا حتى وإن ضلوا لفترات بيرجعوا وده وعد الرب لنا يحفظهم ويرجعهم ويعرفهم به هل فيه استثناءات؟ أكيد فيه استثناءات والاستثناءات على الجانبين زي ما قلت أنه طبق أسرة يعني فاسدة تماما ويطلع الابن قديس أو أسرة قديسين ويطلع الابن فاسد لأنه في النهاية في حرية الإرادة واختيارات معينة الإنسان بيصر عليها فتقصد إيه بقى أنه ده وعد الله بقى أنه يعني يعني أعتقد أنه معه طبعا للشروحات المختلفة آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك الإيمان عندما يدخل بيتك الإيمان الذي أنت به خلصت سيخلص أهل بيتك كلمة أهل بيت وأهل بيت وأهل بيت تكررت في سفر الأعمال كتير أوي فأكاد أخذ منها وكأنه وعد أن الإيمان عندما يدخل البيت ويترجم في حياة الأب والأم كعيشة حقيقية لتأثيره الغير العادي اللي يربح الأولاد للمسيح لكن وعد زي ممكن يرد بسبب خريت إرادة الشخص أو أنه الأهل معشوش الحياة المسيحية الصحيح بس يعني عارف بقى هنا يعني دايما أحط نفسي مكان أهل بذلوا كل ما يستطيعون وكانوا بيحاولوا يبقوا أمناء على قد ما يقدروا لكن في الآخر الإبن بيختار عكس أو كده والواجع اللي ده وكدهما أنا تعب إن أنا في يوم من أنا عارف عارف إيه لو هيحظي ورحش عارف إيه هيطلع كده وعارف كنت بقى قرأ كتاب كان دايما يقول إيه في الآخر أنت كتاب مسيحي يعني اسمه مبارنتينج اللي بيقول أنت أنت لا تملك أولادك لكن أنت سفير لهم سفير من الله لهم صحيح والفكرة دي مقنعة بس هي صعبة يعني أنه في الآخر أنت تشوف بعد كل هذه السنين في رفضة أو علاقة مقصورة أو يعني أعارف وموافق وفي حاجات كتيرا ما عرفش تفسير لها ما عنديش تفسير لكن عندي ملاحظتين على كلامك الملاحظة الأولى في كل مرة بشوف غلط في ابني أنا شخصيا بسأل نفسي يا رب أنا أخطأت فيه يعني عايزة أقول فكرة إحنا مغلطناش في حاجة وعملنا كل حاجة تمام وده كلام مبالغ فيه شوية لابد أن نتواضع وأن نعترف بأخطأنا وأن نعترف بها لرب ونطلب من رب أن يدينا حكمة أن إحنا ما نكررهاش لأنه فكرة إحنا عملنا كل اللي علينا أحياناً بتبقى الرسالة دي وصلة للأولاد وبتكرهم في ربنا وبتكرهم في أهلهم فاهم أصدي؟ هذا التوجه عند بعض العائلات إحنا عملنا كل اللي علينا بيخلي العائل مش طائق القصة كلها لأنه شايفين أهل بيرفكت في كل حاجة يعني ما بيغلطوش وما بيقولوش سوري وما بيقولوش جنرل يعني فمحتاجة مراجعة جامدة قوي وتعميم مبالغ فيه إحنا عملنا كل اللي علينا لا محدش فينا عمل كل اللي عليه